هو الغموض وحده ما يلف الوساطات لحل أزمة القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والتي اعتبرها الشارع السوداني انقلابا على الثورة أكثر من 13 يوما والتظاهرات لا تهدأ حيث أعلنت القوى المعارضة لقرارات البرهان يومي السابع والثامن من الشهر الحالي موعدا لعصيان عام كما وطالبت مجلس حقوق الإنسان الأممي بعودة فورية للحكومة المدنية المعزولة في السودان وكما عاد وفد جنوبي السودان خالي الوفاض من مساعيه للحل لا تبدو الآمال معقودة أيضا على الجامعة العربية التي تدخلت بهدف دعم جهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية أمام فشل هذه الوساطات أفادت الخارجية الفرنسية بأن ما وصفته بالانقلاب العسكري قد تكون له انعكاسات على إلغاء ديون السودان التي كان من المفترض أن تسقطها دول أعضاء نادي باريس في تموز الماضي أمريكيا لا يزال موقف إدارة بايدن غير منخرط تماما بالوساطة في الأزمة السودانية رغم أن الانقلاب سبب حالة إحراج لها حيث وقع بعد ساعات من مغادرة السفير الأمريكي جيفري فيلتمن الخرطوم عقب لقائه بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان هذا الإحراج قد يدفع بحسب مسؤولين أمريكيين سابقين في السودان قد يدفع واشنطن للتخلي عن التردد واتخاذ موقف صارم ضد من يعيقون الانتقال السياسي السلمي في السودان وبالعودة إلى التظاهرات في السودان يبدو أنها لن تهدأ حتى إعادة الأمور لمسارها مع تنامي الإحساس العارم بسرقة ثورة شعب تذوق طعم الحرية ويريد المزيد